ولمزيد من التفاصيل ينضم لينا من موقع الحريق في حي النفل شمال الرياض مراسل قناة السعودية عبدالله الدليم عبدالله مرحبا بك هل لك أن تضعنا في صورة الحريق أكثر؟ هل تم إخماده أولا؟ وماذا عن عودة الكهرباء؟ هل عادت للأحياة في شمال وشمال شرق الرياض؟ مرحبا زميل عمر مساء الخير عليكم مساء الخير على الزميلة ويام كما تعلم زميلي عمر بأن أحداث الحريق ابتدأت عند الساعة الثانية ونصف من ظهر هذا اليوم واستمرت لمدة سبع ساعات وكما تشاهد الآن الدفاع المدني يستمر في عمليات إخماد الحريق هذه المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التبريد هذه المرحلة تأتي بعد إخماد الحريق بشكل كامل للتوضيح هذه محطة نقل ومحطة النقل تختلف عن محطة التوليد محطة النقل يوجد بها تحويل الجهد تحويل الجهد هذا من الضغط العالي إلى الضغط المتوسط وهذه هي محطة النفل والتي تغذي معظم الأحياء في شمال أرياض أما بالنسبة لمحطات التوليد فهي محطات توزع الكهرباء على مستوى الأحياء بشكل منتظم أما بالنسبة عن انقطاع التيار الكهربائي فقد انقطع التيار الكهربائي في معظم الأحياء ورجعت أو رجعت التيار جزئيا وبشكل تدريجي من خلال التنسيق بين شركة الكهرباء والدفاع المدني في إرجاعه للأحياء وأيضا الأحياء المجاورة لشمال وشمال شرق الرياض هذا ما كان لدي زميل عمر حتى هذه الأحياء هل من خسائر تعرض لها سكان المجاورون لهذه المحطة جراء هذا الحريق أم أن الأمور تسير بسلام الحمد لله الأمور تسير بسلام ولم تسجل أي حالات إصابة ولله الحمد والمنة كما أشارت وأكدت شركة سعودية الكهرباء أنه لم تسجل أي ضرر بل عاد شارع الأبراج والذي وقع فيه هذا الحادث إلى الحياة الطبيعية وأيضا عادت الحياة الطبيعية في الأحياء التي انقطع عنها التيار الكهربائي وأيضا انقطاع التيار الكهربائي كان كما أكد الدفاع المدني إجراء احترازي للسلامة والحفاظ على الأرواح وأيضا لإطفاء الحريق ومرحلة التبريد زميل عبدالله ألدليم مراسل قناة السعودية كنت معنا من موقع حريقي حي النفل شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر